وانطلقت دور المصري الممتاز اليوم موسم 2024-2025 أمال كثيرة وكبيرة ان احنا يبقى عندنا دوري محترم دوري منتظم دوري ما فيوش مشاكل دوري ما فيوش أزمات دوري فيه كرة وبس دوري فيه متعة وبس فيش الحاجات اللي بنشوفها كل موسم يعني يعني ما نلاقيش خناقة ما نلاقيش اعتراض ما نلاقيش انسحاب ما نلاقيش أزمات وحكام ومدربين بيمشوا يعني عايزين حاجة كده على الفراز جبنا شركة ألمانية عملت لنا المسابقة جبنا مدير لاجل المسابقات جديد الاندية كلها بتتفق على الشكل الجديد للمسابقة مسابقة ما فيهاش ضغط مباريات كبير مسابقة تخلص في معات كويس مع كل الدوريات في العالم كل حاجة تبدو مثالية يبقى فقط ان الكل يساعد الكل يحاول انه يساعد احنا دايما بنبدأها زي الفل والحالة لذيذة حالة حلوة الروح الرئيضية جميلة فيش حد بيتخاني على الحكام وتلاقي التصرحات من النوعية انه احنا ما بنقول شارقنا في الحكام ما تلاقيش حد مدائم من حكم ويقولك هنسحب ما تلاقيش حد بيدرب في لعيب ما بيدربش في مدرب ما بيمشيش مدرب كل حاجة تبشي زي الفل في الاول وفجأة ننسى كل الكلام المعصول الحلو اللذيذ ده وفجأة نتحول نرجو بقى من سياداتكم مسؤولين اندية مدربين لعبين لو سمحتوا خلونا نعيش دوري زي باقي الدوريات اللي في الدنيا مرة واحدة افتقدنا ده جدا بالمناسبة يعني افتقدنا المتعة افتقدنا الحالة دي بقى لنا كتير بصراحة شخصيا انا متفائل مش من المتشائمين متفائل احنا نعمل دوري محترم السنة دوري بدأ النهاردة بمواجهتين الاولى كانت سموحة وحرس الحدود خلصت تلاتة واحد لسموحة هدف سموحة الاول جي في دياء 34 سجلوا مين محمود صابر ننتقل من بيرامدزلية السموحة في دياء 45 سجل حرس الحدود هدف التعادل عن طريق محمد اشرف روء من ضرب جزاء لعب الزمالك الصامر بعد كده عبدالكبير الوادي اضاف الهدف الثاني لسموحة في دياء الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوت الاول وفي بداية الشوت التاني قدر حسام حسن يسجل الهدف الثالث لسموحة عشان يزود من غلة اهدافه كهداف تاريخي لفريق سموحة المباراة دي كان فيها لقطة بداية المباراة بداية الدور المصري الممتاز كان فيه غلطة فيه مشكلة في السماعة عند حاكم الساحة مش عارف يتواصل مع غرفة البار فالمباراة اخرت خمس ست دقايق نعديها نزق مع بعض نزق نزق الدنيا ونمشي المركب وما نقبش البعض على الواحدة وليك واحدة عندي ليه واحدة عندك ونمشي حنة نعديها المرة دي مش حاجة حلوة بس ينفع نعديها ما نقبش عندها كتير المباراة التانية المصري وطلاع الجيش المصري فاز على طلاع الجيش بهدفين دون رد مبدأين كده الديئة 21 شهدت طرد ليه اسلام محارب لعب طلاع الجيش بعدها تأذم موقف طلاع الجيش وقدر صلاح محسن يسجل هدف الاول للمصري في ديئة 52 ويضيف محمود حمادة الهدف الثاني للمصري في ديئة 87 وتمانين طرد مبكر لطلاع الجيش أثر بالتأكيد على أداءه في المباراة ومنح المصري سلاس نقاط أولى في الدورة